وصلت القافلة الطبية التي أطلقتها مدرية الصحة بأسوان عملها لليوم الثاني على التوالي بقرية التوفيقية التابعة لمركز كومومبو محافظة أسوان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم القافلة عشرة عيادات متنقلة للكشف عن المرضى والمترددين من أبناء القرية والمناطق المجاورة وتقديم الكشف والعلاج بالمجان إضافة إلى تحويل عدد من المرضى لمستشفى كومومبو والمستشفى الجامعي بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرانين المغناطيسي والتحليل بالمجان النهاردة نحن في قافلة طبية شمل عشر عيادات بمركز الأشعة ومركز للتحليل والصيدلية طبعا العلاج والكشف بالمجان في قرية التوفيقية إدارة كومومبو الصحي طبعا لو في أي حالات محتاجة رعاية تانية أو تالتة بنحولها لأرب مستشفى طبعا لمدرية الصحة نحن النهاردة في قرية التوفيقية التابعة للمركز كومومبو بنفس القافلة على المدار يومين الكشف والعلاج بالمجان معنا تسعة تخصصات طبية مختلفة معنا معمل التفايلية ومعمل الدم معنا خدمة الأشعة العادية معنا خدمة الصنار الكشف والعلاج بالمجان بيقوم بتوقيع الكشف الطبي على السادة المنتفعين أو أهلنا وناسنا الدكتور أو الأخصائي أو الاستشاري في كل التخصص